كان في حادث صعب أغلبنا شفنا أولا ما صحينا منهم تقريبا الخبر اللي كله كان بيتكلم عن الغرق المركب في مدينة مرسى عالم الحكاية بدأت مبارح لما كان واحد كده من سكان مدينة مرسى عالم في البحر الأحمر كتبوا تغريدات ومنشورات على السوشيال ميديا بيقولوا فيها ان في مركب سياحي غيري وكان عليه عشرات من المصريين والأجانب بدأت القصة بالبوستات اللي على السوشيال ميديا وعدت ساعات لأن الحادثة دي حصلت الساعة خمسة صباحا خمسة ونص صباحا تقريبا عدت ساعات وما كانش فيه أي تأكيد رسمي خرج بخصوص الحادث لكن وسط ده كان طبعا فيه تجزيب اللي جان بقى اللي هي بتدخل تدافع عن أي حاجة من غير ما تعرف أي حاجة ولا تفهم أي حاجة اللي جان اللي عمالة بتدخل على الصباحات والمواقع اللي بتنشر الخبر وطبعا عمالين يكذبوهم وكان طبعا الكلام مصحوب بكلام بقى من نوعية ايه كفاية إشعات يا خوانة يا عملة انتوا عايزين تدمروا السياحة يعني المعلومة دلوقتي مجرد نشر المعلومة المعلومة الحقيقية طالما مش على هوى اللي موجودين في مصر على طول تتهم بالخيانة والعمالة والاتهمات بقى ان انت عايز تدمر البلد وتدمر السياحة لمجرد ان ناس كتبت يا اخوانة ده فيه حادث في مرسى علمه وفيه 45 شخص على متن المركبة لكن بعد بقى ما خرج النشر الرسمي وبعد ما الخبر بقى مؤكد طبعا ما بقاش بقى فيه تأثير سلبي على السياحة هو من ساعة واحدة كانتوا عايزين تدمروا السياحة بعد ما الخبر نشر لا خلاص ما بقوش بيتكلموا على التأثير السلبي على السياحة ده طبعا من وجهة نظر اللجان طبعا وكأن السياحة اللي هي اكتر نشاط حساس للحوادث مش هتتأثر بالخبر ده لما بقى مؤكد وفيه طبعا اخبار رسمية بتتكلم عنه انما كلام ده كان هيأثر بصورة كبيرة لما الخبر كان اشعة طبعا هو تناقض غريب جدا لكن متعودين عليه من اللجان كل حاجة طبعا بيطلعوا يكتب الخبر الرسمي او اول خبر رسمي نزل بالعنوان اللي قدام حضراتكم ده يقل 45 شخصا غرق مركب سياحي مصري في البحر الاحمر اهل بقية الاخبار فقدان واحد وثلاثين سائح من جنسيات مختلفة خلال رحلة بحرية على ماتن لانش بمرسى عالم كل بقى دي خلاص بدأت اخبار تنزل المركب السياحي اسمه سي ستوري كان في رحلة من منطقة الغدير بوادي الجمال وكان عليه 45 شخص وزي ما قلت لكم فيهم 31 سائح من جنسيات مختلفة كانوا على نفس المركب اللي حصل طبعا ده كرسة عشان بس يعني ايه لا نبالغ ولا نقلل اللي حصل فعلا ده كرسة وكرسة هتسمع في قطاع السياحه اللي هو اصلا مش في احسن احواله هو قطاع السياحه مش في احسن احواله بسبب الظروف الدوليه والاقليميه اللي موجوده في العالم واللي كان المفروض ويستوجب علينا احنا قطاع سياحه انه ناخد بالنا ناخد بالنا عشان نحاول نحافظ على الشوية اللي لسه حارسين ان هما يعملوا سياحه في مصر اللي حصل التفاصيل انه ورد بلاغ لمركز السيطرة بمحافظة البحر الاحمر الساعة خمسة ونص صباحا من غرفة عمليات النجدة بيقول ان فيه اشارة استغاثة من احد افراد المركب اللي كان في رحلة غطس خرجت من مينا بورتو غالب بمرسع علم في الفترة من اربعة وعشرين نوفمبر اربعة وعشرين نوفمبر كان يوم الحد لغاية يوم تسعة وعشرين نوفمبر الفين اربعة وعشرين طبعا سياحة المحافظ اللي هو عمر حنفي قال في تصرحات ليه ان الحادث وقع على بعد ستة واربعين ميل بحري من شاطئ مرسع علم وقال ان المركب بيملكها شخص مصري مصر الجنسية وهي مركب مش صغيرة طولها اربعة وثلاثين متر وعرضها تسعة ونص متر وان اجمال الركاب اللي كانوا على متنها اربعة واربعين راكب 13 مصري و 31 من جنسيات مختلفة بين الماني وبريطاني وامريكي وبولندي وبلجيكي وسويسري وفنلندي وصيني واسباني وارلندي وقال ان جاري طبعا في الوقت الحالي مراجعت الموقف الفني للمركب وتبين ان اخر تفتيش من السلامة البحرية كان في مارس الفين اربعة وعشرين وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام ولا توجد اي ملاحظات او عيوب فنية فيما يتعلق بالمركب واكد استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع الطب طب ايه بقى اللي حصل المركب كويس وتمام وما فيهوش اي مشاكل ايه اللي حصل والحدثه الشنيعه دي وقعت ازاي والحقيقه اللي كان ابشع منها هو التبرير التبرير لما سيادت المحافظ يطلع ويقول ان موجه موجه قلبت المركب والحقيقه لا ده هنا كده يخلينا نقول ان فيه مغلطات لا فيه مغلطات كتيره سيادت المحافظ سيادت اللوى المحافظ يعني عشان بس نبقى كلام رايح في اتجاه صحيح فيه لوى تاني قال ان اتجاه الريح المعاكس لاتجاه اطلاق الصواريخ الاسرائيلية فاكرين التصريح ده من ناحية مصر هيعكس تأثيره ويرميه في اسرائيل كان تصريح مضحك الحقيقه لما طلع كده من كام سنه لو تفتكروا برضه كان سيادت اللوى اللي قالوا بس هنا التصريح الحقيقه من سيادت اللوى محافظة البحر الاحمر مش مضحك ازاي يعني موجه موجه بحرية موجه بحر تقلب مركب والمفروض انه مركب غوص كمان طب دلوقتي مثلا اللي هو بيقولك موجه لو افترضنا صح التحليل سيادت اللوى ده لأسباب طبعا ان هي كان السبب في غرق المركب طب فين اجهزة الرصد فين الاحوال الجوية والبحرية ليه ما طلعتش تحذر الشركات والقائمين ليه وقفت اصلا للمركب انه هو يتحرك وممكن تقابله مفاجئه زي كده يعني يا سيادت اللوى موجه بحر البحر اللي هو اصلا امواد متقلبه ونوه واجواء خطر ما بيبقاش عاملين حسابها خالص بنلاقي نفسنا كده فيها حيه برضو كمان السيد المحافز قال ان المركب مكانش فيها مشاكل واخده تصريح وانها اتفحصت اوائل السنه قال في مارس الفين اربعة وعشرين والصفحه الرسميه للبوابه الالكترونيه قالت تحرك سريع وموجه وموجه بحر هي السبب دي الاخبار اللي نزله يا جماعة موجه بحر وموجه بحر هي السبب محافز البحر الاحمر يطمئن على السياح والمواطنين المصريين في حادث غرق مركب مارسى علم ومحافز البحر الاحمر لا عيوب فنية في المركب وتم استخراك كافه الترخيص المطلوبه قبل الرحله طب الرحله المركب اتعملت لها اخر كشف للسلامه كان في مارس واحنا في اخر نوفمبر يعني بنتكلم في سبع شهور تقريبا تقريبا سبع شهور عبريل ماي يونيو هوليو غسطس سبتم اوتو بور نوفمبر ثمان شهور ليه الفحص ده ما يبقاش كل ست شهور او كل تلات شهور يعني لو انتو ماشيين بنظام وضمنات عمل المراكب عموما والسياحه خصوصا للمفروض انها تتخضع لفحص كل سنه للمده الفاصله بين كل فحص والتاني ما تبقاش اقل من كده عشان نضمن حياه الناس لان حياه الناس تستاهل يعني انا اسفه والله وانا هقول كده بس سبكم من ان انتو بتبصوا على حياه المصريين انها رخيصه انما بقى السياح والسياح الاجانب دول اكيد الموضوع هيبقى صعب اكيد الموضوع هيبقى صعب ومش سهل ابدا لا سهل في الاجراءات اللي ممكن يتخذوها ولا سهل حتى في خروجهم من البلد يعني هم دول السائح اللي بيجي مع العمله الصعبه بدل ما احنا كل شوية نقول اصل السياحه مش شغاله فنضطر نلجا اننا بنروح نبيع اصول البلد عشان نحصل على العمله الصعبه اللي السائح ممكن يجي الدهالي بكل بساطه والموضوع محتاج ايه؟ صيانه للمراكب السياحيه او كشف عليها بشكل مستمر طبعا اصحاب المراكب والشركات السياحيه بسبب الرقود ووقف الحال اللي موجود ممكن يحاولوا ان هم يمشوا الدنيا بقى قل التقاليف سواء بقى بنتكلم في السيانه سواء بنتكلم في تحذيرات ممكن تجيلهم يتجهلوها ممكن كل ده ممكن ممكن يتجهل التحذيرات حتى او الالتزام بالصيانه وعادي بتعدي وربنا بيسترها في حالات كتيره وفي مواقف كتيره وبيتعدي لكن الحقيه مش كل مره مش كل مره بتسلم الجره فيه كمان نقطه تانيه برضه هم قالوا في التصريحات ان اللي كانوا على متن المركب واللي توافه في الحادث ملحقوش يخرجوا عشان كانوا وقتها في الكباين لان زي ما اقول لكم حصلت في الصبح بدري معنى كده انه ما كانش مركب سياحه عادي ده مركب غوص زي اللي كانت في فيلم كده عارفين بتعادل امام جزيره الشيطان بتعادل امام مركب الغطس دي بيبقى فيها كباين بتكون دورين وتلاته عشان عدد السياح طبعا وزي ما انتو شايفين العدد عامل ازاي اصلا العدد اللي ركب عليها عدد كبير عدد رايح عشان يعمل غطس وعدة غطس وطقم المشغلين وكباين في كل دور تغيير ملابس الى اخره بتكون مجهزه للظروف المختلفه يعني مش مجرد لنش صغير كده ماشي فجات موجة قلبته وتقلب الركاب اللي كانوا عليه المفروض ده كبير ومجهز انما مثلا ممكن كان سيادة المحافظ بدل ما يقول موجة قلبت المركب السياحي كان ممكن يقول اصطدمت مثلا بشعاب مرجنين يعني طالما احنا شايفين شغلنا هي قصه كلها احنا شايفين شغلنا والمركب دي ما ابحرتش غير وهي معاها السلامه تمام كشفنا عليها ومعاها تصريح لمدة عام بس مجيش اقول اصطدم موجة بحر قلبتها قلبت مركب زي دي والسياح ما خرجوش حسن كانوا في الكبائل النايمين لسه هي برضو في نقطه تانية شوية مصيرة لازم نسأل فيها وهي البيانات الرسمية البيانات الرسمية بتقول ان القوات البحرية اللي موجودة هي اللي تدخلت لانقاذ المركب لكن كمان الاهالي ومصادر تانية بتقول ان في مركب سياحي كان مجاور راح وهو اللي كان بيحاول يساهم ويساعد في انقاذ الركاب وده بالمناسبه صدفه يعني هو وتصادف وجود وقت الحادث والمركب اسمه ستارجيت ويمكن ده اللي تسبب في انخفاض اعداد الضحايا ايما كانت طبعا ما بقللش من مساهمة القوات البحرية في محاولة الانقاذ او البحث عن الناجين طبعا جهد مشكورين عليه لكن المفروض نسأل للقوات البحرية هل ده معناها قصور عند الاجهزه المعنية للسياحه البحرية في واحده من اهم مناطق الغصو السياحه في العالم مش المفروض يكون فيه فرق انقاذ جهزه وقريبه ومجهزه على مدار الساعة تلقوا اشاره اي حاجه على طول يكونوا بيتحركوا انت متخيلين كم الخسائر اللي ممكن تحصل في قطاع السياحه ده اضعاف اضعاف اللي كان ممكن نصرفه على فرق طوارق تكون موجوده وجهزه ومتخصصه على اعلى درجه من الكفاءه والجهزه على مدار الساعة انما اللي يحصل المركب تقع فنكلم القوات البحرية قبل المركبات البحرية توصل يكون فيه مركب اخر هو اللي يتدخل ويحاول ينقذوا الناس طبعا فيه مصادر بتقول ان اللي كان من فتره فيه بيقولوا ان كان فيه من فتره قصياره كده عاملين زي محاكاة لعملية انقاذ بحري عشان ضمان الجهزه في حال وقعت حادث زي ده بحيث ان يكون الضحايا صفر نوصل الضحايا صفر الحياة كنا نتمنى نتمنى ان الخطط دي تكون لمنعه وقوعها اصلا لكن حتى التدريبات ما جابتش نتيجة وبرضه نفتكر هنا اختلاف طريقة التعامل بين اللي حصل انبارح مع المركب السياحي الغرق وبين اللي حصل مع الاهالي ايام عبارت السلام ايام مبارك اللي غرقت في 2006 لما البحرية برضو اخدت استغاثة من طاقم العبارة والمسؤول اللي استقبل الاشارة ما درش انه يوصلها او رفض يوصلها عشان ما يصحيش القيادات وصولا طبعا لمبارك ساعتها والبحرية الجزائرية اخدت هي كمان تلقت اشارة بالاستغاثة وبلغت لكن طبعا كان قضى قضي الامر وربنا يرحمهم وبعدها طلع مبارك يتريق لما جات سيرت عبارة فقال من اللي بيغرقوا دول ودحك بقى دحكته المعروفة وطبعا وقتها كان في انتقادات كبيرة اخدها مبارك بسبب طريقته نتمنى يكون التعامل كده على طول مش عشان دول سياحة وربنا يحفظ الجميع سواء مصريين او سياح طبعا من شر البحر والحمد لله الحمد لله ان هم نجحوا ان هم ينقذوا عدد كبير من السياح واخر تحديث حسب برضو تصريحات سيادة اللواء المحافظ ان اجمالي عدد اللي جرى اخراجهم من المياه وصل ل35 شخصا لكن لسه الجهود مستمرة في البحث عن 9 اخرين مفقودين في جسس طبعا انتشلوا اربع جسس لسه مجهولين الهوية حتى الان لكن تم انتشالهم من مكان الحادث موسيقى موسيقى موسيقى